موسيقى مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة والبيروتية من الانتخابات بالمباشر والتي نبدأها مع ضيفنا زياد عبس المرشح عن مقعد الأرثوذوكسي في بيروت الأولى مساء الخير أستاذ زياد مساء نور يعني عادة اللي بيعرفوك بيعرفو زياد عبس سياسة بالطيار الوطن الحر سابقا بس اليوم شو أخذك على المجتمع المدني كيف الواحد بيكون سياسة ومسيس بصير مجتمع مدني بالحقيقة يعني المجتمع المدني جزء أساسي من البلد يعني اليوم الطيار الوطن الحر من التسعين للألفان وخمسة مجتمع مدني يتعاطف مع الطيار الوطن الحر نحن أول ما بلشنا نتحرك بالجامعات والناضي الكرمال السوري مين كنا ناس من هالمجتمع هيدا عنا طموح عنا إسبيريشن اليوم شوي شوي هاي بالطموح تطور يعني لا تنظم بإطار اسمه الطيار الوطن الحر بيبقوا الطموح هو نفسه طمحين بدولة المؤسسات بالدولة القادرة بالدولة القوية بالدولة المدنية اليوم بعدين بالطيار الوطن الحر يمكن شيل بميزه كان نحن وبحالة التأسيس له وهيدا بالحقيقة شيء العماد عون طلبه ووقتا انه ما يصير فيه قصم ما يصير فيه قصم يمين نعم انه الواحد ساعة ما بيعود شايف انه بهيدا الإطار بيلبيله طموحاته وفيه فل وبرجع بنشط يعني كرمال نفس الطموحات يلي هي عنده بالمطرح يلي بيلاقي حاله بيلاقي انه قادر يكون عم بيساهم بتطوير هيدا البلد وبعتقد انه يمكن من الأخطاء يلي عملت انه حطينا ما يسمى المجتمع المدني انا ما بحب التسمية يعني وهلأ بشرح لاش يعني حطيناها كأنه هي حالة لما عم بنزل الطالب بالشاريع يعني مثل ما كنا نحنا ولاد بالآخر كنا نحنا ولاد نضال يعني بال2015 لما بلش الحراك او بلش المجتمع المدني الطالب وخاصة بموضوع الزبالي اعتبرنا كأنه هيدا شيء موجه بضنا وانا برأيي هيدا كان خطأ نعم المجتمع المدني حليف لكن مين اليوم بالسلطة او خارجها هو عم يطالب بمطالب الناس بشكل مباشر وعم بيطالب بمطالب بنعكس على حياة الناس طيب اليوم معرضتك مع مين هي ببيروت الاولى مع التير للوطن الحر هي معركة انتقام عم تعاملة او شو؟ بالحقيقة انا مرشح على المقعد الارتوكسي ببيروت الاولى. نعم المرشحين على المقعد الارتوكسي ببيروت الاولى هن الاستاذlen القولى شماس والأستاذ عماد وكيم واحد منهم فيه خير من أكيد باللوايح الأساسية فيه ليحتان بعض واحد قوات لبنانية والتاني بالجو العام الحريرة برنامجه ما بعتقد بيشبه الطيار الوطن الحر بعتقد بأن نكلم رشحين الأورتودوكس أكثر واحد اليوم بيشبه الطيار الوطن الحر هو زياد عبس بس ما أنه الطيار الوطن الحر الطيار هي حالة هو مجموعة قيام ومبادئ بعدنا نحن مساكين فيها وبالآخر ما فيه الواحد بما أنه قلنا من الأول أنه خيار الطيار الوطن الحر كان كل من بيبطل يشوف حاله بهاب المطرح فيه فل فاليوم الواحد بينزل كرمال الناس بصراحة أنا إذا بعدني مرشح لأنه بعدني شايف فيه أمل مرشح كرمال ولادة كرمال الجيل الجديد كرمال يبقى هذا الحس بالنضال موجود أكيد لأنه كمان لفتنا رواد الشعار يلي عم بيتبعوا الطيار الوطن الحر بمعركته الانتخابية أنه صوت للعهد ما بعرف إذا كان العماد ميشيل عون منه رئيس جمهورية وحيلا رئيس تاني أو حالي إيجا تتبعت هذا الشعار شو كان العماد عون عمل بعرف بالحقيقة شو كان عمل بعرف لوين كان صوته وصيل ويمكن منزل ناره بالنازل يعني لأنه اليوم بس لا عم تصور حالة اليوم ناطق باسم العماد عون أو بعيدها الوجدين العوني بالوقت يلي زياد عب سبطل بالطيار الوطن الحر زياد عب سبطل بالطيار الوطن الحر بس أنا بالعكس أنا عم بنتي إدهون أنا عم بيجي يقول أنه صوتي للعهد كأنه إذا صوتنا لحدا تاني يعني إذا صوتنا اليوم مثلا لشرب النحاس بالمتن صوتنا بالدلعهد أو صوتنا للعميد جورج نادر بأكار صوتنا بالدلعهد أو لزياد عب سبطل بيروت صوتنا بالدلعهد بالحقيقة هذا الشعار بيشبه لما كان الحريري يقول أنه كل مين ما بيصوت للويح المستقبل بيصوت للغتالر الرئيس رفيق الحريري اليوم الحركة السياسية تتطور واليوم ما فينا نبقى وبالحقيقة بمطرح عم نورك النمط الانتخابي عن بياتنا وعن جدودنا كأنه نحن اليوم قدام خيارين فقط بالانتخاب اليوم المعارضة لأنه أنا هيك بحب سميها مقدمة خيار بديل للناس قالوا فترة من 2005 بيختاروا بين خيارين اليوم جينا نحن حطينا خيار بديل كنا نقول لأيام السوريين السوري ما بينسحب إلا ما تلتقي إرابة داخلية مع إرادة خارجية صار هذا الشيء بال2005 وانسحب السوري اليوم التغيير بالحقيقة ما بيصير إلا ما تلتقي إرابة الناس بالتغيير وأنا برأيي موجودة مع خيار بديل جد نحن كلنا وطني مقدمينه اليوم بتسع دواير بستة وستين مرشح ببيروت الأولى عن ملايحة مكتملة بالحقيقة فيها عناصر ممتازة واليوم هذا الخيار البديل موجود وبيبقى للناس تشوف بغب النظر عن انتماء الناس التقليد سيد زيادة قبل شوكت عم تقول معركتك من مع طيار الوطن الحر المنافسين الأورتوديكس منهم حزبيين بالطيار نقلت عم تحكي عن شعار طيار الوطن الحر يلي استفزك بالوقت اللي هو مشروع يعني اليوم الرئيس بره عم يشتغل انتخابات الرئيس الحريرة عم يشتغل انتخابات حقه كمان الطيار الوطن الحر يلي بيعرف كتير منيح ان الرئيس موجود اليوم فخمت الرئيس ببعبدة بده كتلة نيابية تكون عم تساعده وهذا حقه الطبيعي بالحقيقة كل الكتلة لازم تكون عم تساعد الرئيس يعني انا ما بتخيل اليوم مثلا انه اذا سركيس سركيس بكتلة الطيار شو معقول يكون عم بيساعد الرئيس يعني اليوم شفنا انتجية هذا المجلس النيابي اليوم يلي ما بعرف اذا اذا الناس بتعرف انه اليوم معدل العمر بالمجلس النيابي خمسة وستين سنة نعم الرئيس ماليين اليوم المرشحين اصحاب المال امهيب التعبير كان ابناء المال كان يستعملوا العماد هون هن مرشحين اكتر عبدا اليوم على لويحة الطيار الوطن الحر باعتقد بيساعد الرئيس كل كتلة نيابية اليوم مسكة بمشاريع بمشاريع اوانين بما بيدي بقيم الرئيس وبعدين انتو رح سياد الرئيس او رح تكونوا معارضة لقلو نحنا بالحقيقة رح نكون حد كلمين مش بس الرئيس يعني نحنا عنا مشروع نعم عنا رؤية سياسية وعنا رؤية بنعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية طبعا الناس نحنا رح نقدم رح نمارس وظيفة النايب يلي الناس عم بتفعلنا ما عشنا كرماله بكل لأكمل وجه واليوم ما بعتقد نحنا بالمطلق بطحدا فينا نكون محيالة تكتل بيتبنى هاي المشاريع يلي نحنا عم نقدمها وتكتل تغيير الاصلاح ولاش لا ترجع بوارد اذا صرت نايب تكتل نصنع المصالح بالحقيقة انا بكتلة نواب كلنا وطني العودة على كتلة الاصلاح والتغيير غير وارد انا بالنسبة للي تبه ما في عندي كل الفخر بالمرحلة اللي قضيتها قبل وبكل سئة اخرجت منها وانا بعتبر صفحة وطويطة يعني انا اليوم اصدقائي بالطيار وطني الحر اصحابي بالطيار وطني الحر انا اليوم يمكن نلتقي بالطريق على ملف على مشروع ممكن مثل ما ممكن نلتقي مع كتل اخرى او نواب اخرين او احزاب اخرين ولكن اليوم انا بعتقد ان مع بعض الانتخابات علينا ننظم هيدا الاطار ونخلق عن جد حالي بديلة عن السلطة تكون قادرة انها تستمر وقادرة اما بتطور لنقدر نرجع هذا الجيل الجديد يلي هو ارفان يلي متطلع اليوم منشوف بسنديق الاقتراع بحيالها نقابة انا بعدنا بتذكر كنا نكون فخورين انه بحيالها نقابة فيها انتخابات يكونوا لسنديق الصغار يلي فيبيني جدا بعبون عن نقابة عندنا نحن فيها اكترية ولسنديق العمار الكبير طيار وطن حربة هذه الفترة عندك سابعا عندنا سابعا كان يكون فيه بسنديق العمار الصغيرة كان يكون فيه اكبر نسبة من الأصوات وكنا نقول نحن المستقبل اليوم بتطلع منلاقي اليوم كل أحزاب السلطة عندها كتلة كبيرة من الأصوات بسنديق العمارون كبيرة العمارون الصغيرة عقول عم بتروح للخيار البديل هيكسر بانتخابات مقابة المهندسين هيكسر بانتخابات مقابة المحامين هيكسر بانتخابات مقابة الأطباء مما بيدل انه هايب الجيل الجديد اليوم ما بقى شايف بهايب الأحزاب ما بقى شايف حاله مع هايب الأحزاب صار في وقت يتقدم بديل للناس نحن عم نقدم هذا البديل بس واضح زياد عبس انه عم تحاول تخاطب جمهور التيار بمكان هلأ أصحابي رواد هؤلاء ناس عشت معهم في 30 مرة هلأ حزبيين هلأ ملتزمين بقرار الحزب يلي بنتموا لألو خاطبهم يعني انه ما بتوجهلهم يعني انه اليوم أنا ما عندي حرار منه مهم بصراحة في 6 ايار منشوف يعني أنا ما بعرف اليوم بنعرف شو يعني الطيار وطن الحر بنرجع لطيار وطن الحر شو مجموعة بالقيم يلي هو تجمع على أساسها لما ساعتنا نشوف من هنا هن العونية العونية من جزء منها هيدون الناس شافوا بال2005 التنامي 2005 ما صارت بحزبيين التنامي 2005 صارت بحالة شعبية كبيرة شافت بخيار العم دعون بديل عن السلطة القائمة عدنا ما بعب لل2005 أنتجنا نفس السلطة عم بحكة عن 2005 لأنه محبة أساسية مثل ما بالتسعين بعب الحرب أنتجنا نفس السلطة رواد بال2005 ما بعب الانسحاب السوري لما كان نحنا عنا أمل كبير يكون فيه ناس بالحبوس يكون فيه ناس عم بتحاسب على السرقة اللي عملتها عم بتحاسب على العمالة اللي عملتها جينا شفنا أنه أنتجنا نفس السلطة اليوم العونية هن حالة ثورية رفضية بيرفضوا كل شيء بمس بالدولة ومؤسساتها وبالإدارة طامحين لبلد عن جد قادر لمؤسسات عن جد حقيقية منهم زبائنيين بالسياسة هيك تربينا يعني نحنا يعني أنا اليوم بس هن اليوم بالسلطة هن اليوم رئيس الجمهورية هو مؤسس طيال وطن الحرم وحقون يسعوا لكتلة يكون عم تدعم الرئيس أكيد حقون يعني لابدى كتلكم دايما معارضة لابدى ممنوع يكونوا سلطة فيهم يكونوا سلطة بس عم بيمرسوها بنفس نفس الأهداف والمبادئ لما يكونوا بالمعارضة يعني رواد لا أعتمدت ما فيها نحنا ما نكون خارج السلطة نقدم مشروع عن نون لإسئلية القضاء نعم لما نصير بالسلطة ما منطبقه ونروح على الممارسة التقليدية يلي بيطلعوا التعينات القضائية بمرسوم من قلب الحكومة بينما مشروعنا بيقول أنه مجلس أعلى للقضاء منتخب من القضاء وهو بعين مشان سلطة القضائية تكون مستقلة حقيقة عن الحكومة نعم مش قلتنا اليوم نحنا لازم نمارس اليوم الطيار الوطن الحر جواد كل عمره كان فيه الالتفاف الشعبي الكبير حواليه لأنه كان الممارسة والأفكار والمبادئ اللي منفكر فيه منعمله نعم أول ما يبلش يصير فيه خلل بالمبادئ اللي نحنا عم نعلن عنها وبكيف منفكر وبكيف منمارس بصير فيه إشكالية أنا عم بلاحظها على كل حال الطيار الوطن الحر حر بالممارسة اللي هو بيشوفها من ناس به ناس حرين يعطوا الثقة ولا لا وأكيد في مصلحة للبلد يكون فيه خيار بديل بالحقيقة هذا الخيار بديل اليوم عندكم حاصل يعني عم تطلعوا وتحكوا وتسعوا بس راح تاخدوا حاصل ببيروت الأولى يعني أنا ببيروت الأولى بعتقد اليوم نحنا عم ننافس على الحاصل الثاني الحاصل الأول مضبون بكل الأحوال هاي بيستطلعوا بالرأي هاي بيقول سئة بالناس موجودة أنا عم بلمس يوميا اليوم قداش الناس طواقة لأنه تغير والناس عم بحكي عن كل الناس بغب النظر عن الخلفية الحزبية يعني أنا عم شوف ناس بجو قوات ما عاملون ينتخبوا اليوم لنفس الأسماء ولنفس الخيار بالسياسة الناس ما رايحة تختار هالمرة بالعنوان السياسي الكبير ما بقى فيها لأن الإصام اللي كان موجود بالبلد بالألفين وتسعة أبيض وأسود شر وخير الناس رايحة تنتخب للشي اللي هي بتحس ممكن ينعكس بالآخر على حياتها اليومية نعم جربت جربت كده الخيارات اليوم تمام بعدنا نحن من 8 سنين مجلس نيابة بعد ما شاء الناس ما شافت في شي تغير وبينعكس على حياتها اليومية لما بشوف اليوم تغيروا أنتوا مرشحين 66 واحد يمكن إذا وصلوا واحد أو اثنين منكم شو قادرين تعملوا ممتاز إن شاء الله إذا ما تكون تعملوا وهي التغيير اللي عم تحقوا عنه رواد اليوم التغيير بيبلش على طول صغير وبيكبر هيك كنا بالألفان وخمسة كنا أربعمائة خمسمائة شاب وصلنا بالألفان وخمسة بتصوري بالتسعين كنا كنا كثمائة أربعمائة شاب وصلنا بالألفان وخمسة حالة كبيرة بعدين اليوم لأقلك شو البقى السير اليوم بضعط نواب قلب المجلس النيابة عمبون جرأ اليوم ومعبون ارتباط سياسي يعني بمعنى عمبون جرأ يقدموا يلا مشروع قانون بيشوفوا لمصلحة بالبلد الأحزاب اليوم كلها بمشاريعة يعني إذا بتطلع اليوم على المشاريع اللي كانت بالألفان وتسعة بنشوف خمسين نقطة أربعين نقطة بتسع سنين ولا واحدة من مشاريع من النقاط اللي هي كانت بتشكل مشاريع هذه الكتل حتى صار في محاولة لأمه تتقدم اليوم واحد بالمجلس النيابة أنا لا أعتبر مثلا كل النواب بض ضيابة المخصصات أو ضد كل الكتل ضد مخصصات النواب لزيادة يعني بتحرجوهم بأكثروا حانون بالحقيقة ما نقدم مشروع قانون هلأ هنه ساعتها يا مضطرين يمشوا معهم يا بدون يفضحوا حارهم قدام الرأي العام نعم نفتحوا حارهم قدام الرأي العام بالألفان واثنان وعشرين لتنين ثلاثة بيصيروا عشرة وعشرة برجعوا بيزيدوا اليوم بأداء المعارضة هي اليوم منا طامحة رح ننتقل لفاصل بعده بدنا نتابع به مشروع زياد عبس لبيروت الأولى فاصل ونعود المتابعة ضمن الانتخابات بالمباشر مع ضيفنا المرشح عن مقعد الأرثوذكسي في بيروت الأولى زياد عبس عودة المتابعة ضمن الانتخابات بالمباشر مع ضيفنا المرشح عن مقعد الأرثوذكسي في بيروت الأولى زياد عبس زياد عبس المجتمع المدني مع أنه ما حبيتها التسمية بس هيك شعبيا عم تسمى منشوفه بروح للأمور الاجتماعية المعاشية الشوية الاقتصادية بس ببعد عن السياسة حضرتك جاي من خلفية سياسية اليوم في مواضيع أساسية بالسياسة لنقول سلاح حزب الله لنقول علاقة مع سوريا في عنوان ستراتيجية كبيرة مسيحيا إذا بدنا نحكي فيه في فترة الماضية مصلحة القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وغيرها من العنوان أنت وين من هالعنوان السياسية بس جاي تشتغل ما أو عندك موقف سياسة ستراتيجية لأ عندنا موقف سياسة طبعا بس ولكن بالوقت اللي عم بيلتهوا الأحزاب التقليدية أنه منعطي مفتاح جونة أو كسروان لمين أو مننزل صورة ولا منشيل صورة وهذا الصراع اللي الناس هم الأساسة اليوم هو ارتفاع الأسعار ارتفاع كلفة بالطبابة ارتفاع كلفة بالتربية هم اليوم شيء اللي بنعكس على حياتها ما بعتقد أولوية عم بالناس لمين عطينا المفتاح أو مين علق صورته على ساحة الساسين أكيد معنيين يعني اليوم بالمصالحة اللي صارت مثلا بين القوات والطيار وطن الحر أكيد حتى أساسية أنا برأيي الناس سبقتهم على هيدا المطرح الناس هي مصالحة مع بعضها ما بقى واقفي عند هيدا الاختلاف اللي كان موجود لو كنت أنا بعد بموقع مؤسر يعني بالطيار بهديك الفترة كنت بتمنى على قديلة شغلة وحدة أنه اليوم قبل ما نعمل هاي بالمصالحة متوجه اليوم لأهالي الشهداء لأهالي الشهداء بالجيش وبالقوات اللبنانية يلي هنه أكتر شيء يمكن بعضهم نواقفين عند هاي باللحظة اليوم بالأشرفية بكل بات في شهيد يا عائد القوات اللبنية بكل الانتفاضات يلي هي صارت بالسابق يا بحرب القوات والجيش طيب شو منقلهم لهذا دول العالم فجأة ننسينا كل هاي ديك المرحلة ومضينا على نوايا كان ممكن يكون في لفتي صغيرة إذا ما بدي أقول اعتذار لهذا الشهداء ولأهلون ومنكمل أكيد اليوم أنا مؤمن أنه هاي بالبلد للكل والبلد ما بيقوم غير على المصالحات وعلى التفاهمات ولكن لازم تكون مبنية على شيء صالد وشيء ينعكس على الناس طيب اليوم اسمعنا الدكتور جعجع أو تسرب عن الدكتور جعجع بالإمارات ليكس بالنشرطه الأخبار شو رأيه بمرحلة مبعب العماد عون وكيف ناطر الطيار يعني ما نحاسس هاي بالمصالحة هي مبنية على شيء صالد على مستوى الزعمة الناس اليوم بعتقد تخطوها الناس صاروا عم بيطلعوا أكتر طيب انتش راح تدمون للناس خلينا نبلش فعليا يوم اللي بيشوف حملتك الانتخابية بتحكي عن الأجرات عن الخطة السكنية عن تهجير أهالي بيروت والأشرفية بعدك عم تحكي بموضوع سوليدار وغيره هيدا من العنوين الأساسية اللي عم تخوض حملتك الانتخابية عليك صحيح أنا اليوم أنا بين الناس وبعرف الناس شو أكتر شي طلبها وشو أكتر شي وجعها بيروت اليوم عم تفضل من أهله اليوم محبا قادر يشتري بيروت من أهل بيروت اليوم في خطة بهذا الموضوع وبتنعمل البلدية عم بها دور الإسكان عنده دور اليوم في تجارب بالعالم صارت نحنا متبنينا منا عم نخترع البرود لازم يكون في شقة صغيرة مبنية لازم يكون فيه خطة إسكانية حقيقية على أراضي هي تابعة للدولة وموجودة بكثرة بيروت أو دا البلدية لازم اليوم نكون عم نساهم نحنا لنخلق دورة اقتصادية حقيقية بيروت منا مولاد ومنا نطيحات سحاب بس بيروت هو هذا الشارع هذا الدكنجي هذا المحل هذا القهوة اليوم نحافظ على هذا الروح بيروت مشاريع قوانين نحنا ومتفقين عليها بكلنا وطني أن تتقدم على المجلس النيابي رح نكون عم نركز على المواضيع يلي بتنعكس على حياة الناس لدينا إعابة قراءة لموضوع أمون الأجرات بيقدر يعدل بين المالك والمستأجير خاصة بالمدن الكبيرة لدينا مشروع للبطاقة الصحية يلي كان للأحزاب اليوم بتقول هي معه نحنا رح نتجرأ ونقدمه للمجلس النيابي وخلي الأحزاب بتشوف ساعتها شو بدها تعمل يا بدها تمشي فيها وحب لو مضطرة تزعل حلفة لقلة بقلب الأحزاب سوليدار يعني هون قبل سوليدار بس هون الوزير نقول صحناوي سبقك يعني سبقني بشو هلت نمشي بالمدور اقتراح لأبناء بالمدور على أرض البلدية هلأ الوزير نقول صحناوي بالحقيقة يعني قدم مجموعة مشاريع أنا شفتها يعني بدنا نعمل بتكتل كبير ما شفتوا أنا بصراحة حاول يعمل شيء من هاي بوقب الانتخابات مسموح إن شاء الله ما يخلصوا هود المشاريع بتعرف أنا وين بلومو بلومون أو بلوم كل اللي عم بقدمو هلقدي خطط متبنينا ومش هني عاملينا طيب الناس بدأت حاسب الناس إذا ما تذكر انه هني كانوا بالسلطة بالفترة السابقة طيب بعد أربع سنين فيه انتخابات أنا بدي قبل هيدا الشي بدي أمن موقف للسيارة بدي أمن أنا أنه أنا قدر أبقى بقلب هيدا البيت بدي نظف نهر بيروت بدي لملز بالي عن الطريق بدي شيل المحرقة أنه مشروعنا اليوم نعمل المحرقة على الكارانتينة معلم سياحة ننزل بالبوسات ومنجزر ولادنا حدا خير ما بدنا محرقة ولا بدنا إيها معلم سياحة اليوم في عب الطرق لنعالج موضوع لزبالي يلي ورد يعني كمان الملفت أنه اليوم بكل بيان لكل حكومة صارت من 2009 إذا ما بدي أحكي لحبيت هلأ موضوع علاج النفايات الصلبة جزء أساس من هذا البرنامج طب ما تلاقى ناية بيقدم مساءلة للحكومة طب شو عملت بقلب بهيدا الموضوع ليش لتاريخ اليوم بعد نحنا ما عنا حل لموضوع الزبالي هيدا الشي اللي الناس بدي إيه قبل ما بدنا نبلط النهر بدنا نطفه بدنا نتشيل الزبالي منه بس هنا نوضح أن الكون عم نحكي عن الوزير نوضح ناية وهو ما كان ناية ببعض ليقدم اقتراحة كان وزير كان جزء أساسي من الحكومة كان وزير الاتصالات كان بتكتل كتير كبير بيروت أنا بعرف أنه بالطيار وطن الحر منها أولوية ومستعد ناقش بهذا الموضوع ومستعد ومستعد خبر وقائعنا كيف اليوم بيعتبروا أنه بيروت خسرانة منها أساس بمشاريعهم فيك تقلي مشروع واحد تقدم على بيروت في مشاريع تقدم شو أول اقتراح أنه رح تقدم فيه بالمجلس بصراحة أول واحد هو تخفيض مخصصات النواب كلفة المجلس النيابي كانت 352 مليار دولار مليار ليرة لبنانية عفوا 352 مليار ليرة لبنانية من 2009 على تاريخ اليوم هالأب كلفة اليوم نواب انتجيتهم تحب العشرة بالمية معبل عمر المجلس النيابي فوق الاربع وستين سنة اليوم سؤال واحد بالحكومة ما تقدم نحن مسئوليتي وأنا بتعهب قدام الناس نرجع للنايب وظيفته يشرع ويسأل الحكومة ويحاسبها بنطلع من هذا نايب الزواريب اليوم اليوم أول شي ثاني أمون بدي أدمه إليه علاقة بالمخفيين قصرا والمعتقلين بالسجون جميعا كل السجون هذا الملف كمان يلي أهمل ويلي بعد فيه وجع بكل بات لإله وفيه بالحقيقة سبعين مشروع أنا حبطهم بالأولوية منبلش مخصصة النواب المخفيين قصرا البطاقة الصحية ضمان الشيخوخة يلي اضطر شرب النحاس يترك تكتل الإصلاح والتغيير كرماله هو يلي أنا بعتقد اليوم حرام نحن بال2018 بعده هيدا الكبير بالعمر اليوم ما قبل يأمن حب أدنى من الاستقرار اليوم بغب النظر إذا هو بوظيفة رسمية ولا ما بيشتغل ولا بوظيفة خاصة اليوم هيدا المشاريع لا أهل بيروت شو بتوعد لا أهل بيروت بصراحة بدي أقلهم شغلي أنه اليوم صار وقت يكون في حدا بيشبهكم بابه مفتوح ما بيسكر بابه الأربع سنين بعدكم أني أنا رح كون موجود دايما وعلى طول بحيال لخيار بدي أخذه رح كون مع الخيار يلي بيخدم المجموعة يلي بيخدم أكتر عبد ممكن من الناس مش بيخدم شوي منهم لأنه في مصلحة أو لأنه في إفادة نعم اليوم وكننا عم نحكي الموضوع تحت لهو عن نواب بيروت الحاليين وكيف كانت مشاركتهم بالمجلس كمان أنت عندك انتقاد كبير لألوني يعني مثل ما عم تنتقد طيال الوطني الحر بمكان فيه ميشيل فرعون نيلة ويني اللي أخطى اليوم مرشحة نديم الجميل اللي مرشح ساجسو ساركيسياني اللي مرشح كلهم عندك انتقادات لألوني بالحقيقة أكبر غياب عن مجلس نيابي أكبر غياب عن مجلس نيابي هو كان لنواب لنواب بيروت يعني نبلش بالمعه بالأورتوكسي يعني نيلة صفر مشاركة بأي عمل بالمجلس نيابي إلا بالجلسات اللي كان فيها استحاقات أساسية يعني يمكن نبلش العصب الأورتوكسي العصب مشدود يعني أنا بقول بعكس ما قال المرشح نقولها شميات قال في ارتخاء للعصب الأورتوكسي بيروت ومتذكر هاي بالكلمة قداش كانت مئزية بالألفين وتسعة أنا بعتقد العصب الأورتوكسي موجود الأورتوكسي بيروت عارفين شو بدون مثل ما كل اللبانيين عارفين شو بدون يعني اليوم بعتقد لا بلاش تأرتوكسي يعني أوسط على نيلة طوين لا لأنه بالحقيقة أكبر غياب يعني احترامي لأقلها يعني أكبر غياب عن العمل بالمجلس نيابي وبصراحة هذا مننا هذه دراسة عملوها أكبر غياب من المجلس نيابي كان لأنا من نواب بيروت بعدين لأنايب ميشيل فرعون أكبر حضن حاضر كان نديم جميل بالحقيقة وبرضو تحت المعدل يلي هو مطلوب أنه يكون ما شفنا مشروع عن أنون تقدم من نواب بيروت في مشاريع نحكي فيه عن الاستحقاقات يعني اليوم مشروع تأهيل ساحة ساسين قلنا منحكي فيه 15 سنة ملقط هالمشروع نورون فيه وكل ما يكون في استحقاق نيابي نرجع ونحطنا على الطاولة مواقف ما قدرنا نعمل ولا موقف بجنينات ولا جنينا ببلدية بيروت اليوم لكل جنينا فيه خمس ست دراسات معمولة كل دراسة كل فتة بين خمسين وسبعين ألف دولار لماذا؟ لأنه بلطنا أرسفة بصراحة بلطنا الأرسف أربع خمس مرات فيه مشاريع تاني بدنا إياها وفيها أن تنعمل اليوم تنفذوا وأنا ما عم بقول نحنا بدنا ننفذهم أنا عم بقول نحنا رح مسعى جاهدين نحرج هيدول الأحزاب لأنه مظبوط نحنا ما رح نكون أكترية بس أنا بعتقد اليوم رح نعمل أداء ما عنده لك الفرق بين النايب الحزبة والنايب المش حزبة نايب الحزبة اليوم يمكن وأنا أكيد فيه نواب حزبيين ممتازين بالطيار والمستقبل والقوات الإشكالية بيجي بدوا يعمل شي لأنه في مصطح الحزب بيضربوه عقيده وها مش وقته معلاش بعدين لأنه بيزعى المدرمين نحنا اليوم بقى مستعدين نزعل كل العالم ومستعدين نكون مع كل العالم بدنا نقدم شي يلي بيخضوا من الناس والأحزاب ساعتها التحدي يا بتمشي بهيدول الأوانين يا بالـ 2022 منشوفها مرة حنكون اثنان ثلاثة بالـ 2022 زياد عبس الوقت صار على آخر كون قتات وستشت أكتر من مرة من أقواله أنه ما في حالة عونية برات توجهات الطيار تتذكر هالقول أو شو بصراحة بتذكر هذا القول كتير منيح وبتذكر قول تاني العماد عون العماد عون قال وأكبر كلمة أنا مؤثرة فيه كامية أنه الإنسان ما بينهزم إلا من داخله وكان يقلنا لما بتخلوا عن حسكون النقدة بتكونوا تخليطوا عن إمكانية بناء دولة حقيقية أنا بطلب من كل العونيين ما يتخلوا عن حسون النقدة يظلوا عطول عن بيسألوا حالون وزملائقون والهن بالحزب لأمو الإنسان بينهزم لما ينهزم من داخله ما تنهزموا نعم آخر سؤالين نسألهم لكل مرشحين بالحلقات السؤال الأول حكيت لا لازم يقترعوا للليحة تابعكم وحكيت أنه عندكم حاصلوا وعند تسعوا على الثاني بس لا بدوا يحطوا الصوت التفضيل لزياد عبس وخصوص سألت أنه معركتك منا مع التيار الوطن الحر معركتك في مرشحين منهم حزبيين بالتيار واحد قوات واحد اليوم صديق للتيار فلاي التفضيل لين يجب أن يكون لزياد عبس برأيها بالحقيقة منا مهم نحنا الليحة أول شي متجانسة متكاملة صوبهم التفضيل يعطوه لحيالله حبا بيرتحوله بقلب الليحة نحنا عندنا مشروع سياسي نحنا بكل ليحة الخلاف قوي اليوم الخلاف موجود بالليحة القوات والكتائب وفرعون وأنطون السحنية وبين كل المرشحين لحد إزالة الصور لبعضهم الخلاف موجود اليوم بين المرشحين الحزبيين بقلب الليحتان هو نحنا اليوم مين ما بيطلع من منا بيستاهل يعطوا صوبهم التفضيل اللي بيوثقوا فيه اللي بيعتبروا أنه عندهم تجربة وعنده بعض الإدرة والنشاط لا يقدر يقدم لهم شي مين ما بيربح من لويح كلنا وطني ببيروت أو بحيال مطرحة بلبنان ديكون كأنه زياد ربح آخر ثلاثين ثانية هن حرين لألك أي رسالة بتحب تتوجه فيها لن يا خبين بصراحة بحب لهم أنه هالمرة المسؤولية مسؤولية تكون نحنا عملنا واجباتنا قدمنا خيار بديل جد بكل ليحة بكل قضاء فيه أشخاص بيستهلوا أنه يوصلوا فيه أشخاص يمكن ما بتعرفوه كتير منيح من قبل بس كل واحد منهم عنده مشروع هالمرة اعطوا فرصة للخيار البديل هذا مش يعني عم بتصوتوا لأحزابكم هذا يعني عم بتصوتوا مع أولادكم والخيار البديل اليوم صحي حب للأحزاب اللي هي موجودة بكتال كبيرة بالمجلس هالخيار البديل بحسن أداء الأحزاب اللي أنتو بتحبوها إذا بتحبوه بعض الأحزاب وهذا بيعطي فرصة لإمكانية نعمل ديناميكية بقلب السياسة بسمح لأم نطور هذا البلد موعدنا بستة أيار أنا على سقى بالناس على سقى أن الناس اليوم وفية ورح تعرف مين بيشبهها ومين أكتر هو حدها وبستة أيار منشوف رواد شكرا لك زياد عباس المرشع عن مقعد الأورتودوكسي في بيروت الأولى لحظات وننتقل من بيروت الأولى إلى بيروت الثانية ضمن الانتخابات بالمباشر عودة للمتابعة ضمن الانتخابات بالمباشر من بيروت الأولى إلى بيروت الثانية ننتقل مع ضيفنا المرشح عن المقعد الإنجيلي في بيروت الثانية نبيل أسب علي مساء الخير وأهلا وسهلا فيك اليوم حضرتك بالنسبة للبعض من أنك مصنف على لائحة أساسية لا لائحة المستقبل ولا لائحة حزب الله وحركة أمل والأحباج بالتالي هل أنت مرشح وفائد الأمل بالوصول؟ لا طبعا أنا مرشح وعم نشتغل بجدية كتير كبيرة لأننا نحن من آمن بالشعب اللبناني أنه عنده صار رغبة بتغيير وقادر أنه يصير يعرف كيف ينقى بين الأشخاص اللي موجودين على الساحة اليوم نعم حضرتك اقترت أنه تكون عضو بلاائحة صوت الناس لا هدى اللايحة مش غيرها لأنه هيدا اللايحة الحقيقة بتضم أشخاص يلي منوا بالسلطة ما كانوا ولا مرة بالسلطة ولا إيديهم ملطخين لا بالدم ولا بالفساد ولا بالسرقة نعم فهن أشخاص يلي عملنا اقتلاف معين من مستقلين يلي عندهم رغبة يبنوا بلد ويبنوا دولة مدنية متحضرة قادرة تأمن عيشة كويسة للشعب اللبناني يعني هيدا السبب الأساسي ما بدك ناس مجربين أو أحزاب سلطة أو أشخاص شاركوا بالسلطة هيدا السبب الأساسي اللايحة تماما يعني الحقيقة في قسم صار لهم 30 سنة و40 سنة بالسلطة وشفنا الإداء السياسي بدون ما نحكم عليهم بس شفنا لوين وصلنا بهيدا البلد ونحنا اليوم عم نجرب أنه نلاقي وجه جديد باللبنان نلاقي أشخاص يلي على قلبهم أنه يكونوا عم بيشتغلوا بضمير صالح للبنان ولما صلحت لبنان وفقط للبنان طيب اليوم لما سمعتوا اللايحة صوت الناس قدين الناس عم بتشوف بي خلال جولاتك وتماسك معهم أنه عن جد أنتوا صوتهم اليوم أنه عم بيكونوا ملتفين حول لائحتكم أو لا العصبيات الحزبية اللي موجودة بكل اللايحة من اللواحة الثانية هي الطاغية الحقيقة على شك في عصبيات موجودة لكن أغلبيات الناس اللي عم نشوفها ومنحكي معها الحقيقة وصلت لمرحلة القرف من الوضع الحالي اللي نحنا ماشيين عليه بلبنان تأملنا كتير أنه وعدنا كتير صار صرنا مطلقتين بمطرح معين أنه بركة بهالمرحلة بتنحل بركة بهيد الرئيس بتنعل بركة بهالشغلة ممكن لبنان يتعافى لكن للأسف عم نصير من سيء لأسوأ بكل مرحلة فالناس اليوم اللي عم نشوفهم يلي متقلمين كتير ومتضيقين كتير نحنا بدنا نكون صوتهم حتى نقول أنه لأ في حدا بد يوقف حد الناس ويحمل همومهم ومتعبهم ومشاكلهم وألامهم يلي بدنا نوصلها لمجلس النواب ونقدر نشتغل لنحل هالمشاكل اللي هني عايشين فيها نعم اليوم سيد نبيل لما تطرحوا أنه أنتوا لائحة صوت الناس أنتوا لائحة مستقلين أنتوا لائحة من الأشخاص المنوا موجودين كانوا بالسلطة ما بيكفة أنه تكونوا مشاركتوا بالسلطة لحتى ينتخبوكم العالم ممكن شغلة أساسية الكل يسألوا شو مشروعكم يعني اليوم نبيل السبعلي شو مرتكت شو المشروع اللي عم بقدمه لحتى يترشح على الانتخابات الحقيقة المشروع اللي أنا عم بقدمه يمكن سمعنا كتير اليوم أنه مشريع امتلي الدني المشريع صارت وكأنه ما بقى فيه مصدقية لأي مشروع لأنه كل الناس اللي عم نشوفهم نطرنا كتير وشفنا كتير وما حدا قدم فشخة لأي مشروع وشفنا شي تحقق على الأرض نعم اليوم أنا طبعا أنا شخص من الناس مني جاي من أي خلفية سياسية ولا من خلفية حزبية أنا شخص رجل أعمال عندي شركة اسمها بي أس أو وبشتغل بهذه الشركة صار لثلاثين سنة وعملت نجاحات كبيرة وقدر بخبرتي الموجودة أقدر وبمصدقية معينة اللي أخدتها من الناس أقدر اشتغل مع الناس حتى نقدر نرجع نأمن بناء الدولة وبناء الدولة بيبلش بعدة منطلق بعدة مطارح مننا إذا بدي أحكي أول شي عنا مشاكل كبير يلي هي فرص العمل للشباب ونحن عم نشوف أنه هلأ في عنا بطالة بنسبة كتير كبيرة موجودة بلبنان وانا اللي بشتغل بقسم من شركتي هي ضمن الهيومن ريسورسز وريكروتمنت واوتسورسنج يلي عم نشوف قديش عن جد بتلاقي أشخاص حاملين شهادات طويلة عريضة وما في عندهم إمكانية إنهم يشتغلوا وعم نهجر نحن الشباب اللبناني لبرات لبنان لأنه ما في فرص عمل بلبنان وهذا الشي عم بيأثر على شق العائلات اللبنانية وما بتلاقي ولا عائلة إلا مقصومة يا بكندا يا بأمريكا يا بأسرية يا بدول عربية وما في عائلة كاملة بلبنان وإذا بدنا نظلنا مكملين على هذا المنوان لحيضل فيه بس بلبنان هن الختيارية اللي قاعدين بلبنان فنحنا اليوم عم يقول أنا لازم نوصل للمطرح نقدر نخلي شبابنا بلبنان اللبناني وهيدي واحدة من الأشي اللي بدنا نشتغل عليها نعم يعني الشق الأساسي هو تأمين فرص عمل إذا بدنا نقول واستثمارات لحتى اللبناني يبقى بلبنان صحيح هيدا واحدة نعم بس الحياة أنا أنا عندي مشروع متكامل إذا بدك للأمور الحياتية مثل شو يلي نحنا بلبنان عم نلتهي بالطائفية وبالأمور السياسية الكبيرة وناسيين هالناس يلي عم بعيشوا يوم بعد التاني وعمرهم عم بيخلص يوم بعد التاني وما عم بيقدروا يأمنوا حياة كريمة ما حدا عم بيطلع فيهم ما حدا عم بيجرّ بيحللهم مشاكلهم وأكتر شيء منقدر نعرفه يلي كلنا صرنا حكين فيه أنه مش مقبول بقى بعد هالسنين كلياتنا نضلنا بلا كهرة بقى 24 على 24 مش مقبول بقى أن نفقد أعصابنا بالسير الموجود وبهالطريقة السواقة الموجودة في لبنان مش مقبول بقى الناس تموت على أبواب المستشفيات بدون أي بطاقة صحية بدون ما حدا يتطلع فيهم مش مقبول بقى هالوضع المئساوي يلي نحنا عايشين فيه وما حدا من المسؤولين عم بيطلع فينا ملتهيين بأمور كتير يلي بتخصهم لقلهم وتخص يلي فيها يمكن كومسيونات معينة يلي فيها دروبة معينة إذا بدنا نحكي بس الأشياء اللي بتخصنا كشعب لبناني نحنا نقدر نعيش بالشي اللي أقل شي هذا يعني مطلوب مننا اليوم تنعيش ما عم نطلب شي كتير كبير عم نطلب البيسيكس هذي يلي كل إنسان لازم يكون من حقوق الإنسان إنه يخدهم اليوم الدولة تاخد من كل واحد حق الكهرباء بيدفعها المواطن بتطلب منه الضريبة بروح بيدفعها مثل الشاطر المواطن بأمن كل الواجبات اللي عليها المواطن للدولة وبالمقابل الدولة شو عم بتقدم للمواطن من هون نسأل السؤال يلي بالأخير عم نحس حالا كشعب لبناني نحنا مغبون جدا لأنه مفروض علينا إشياء تنقدمها ونطفع الضرائب وكل ما يلزم حتى بدفع الضرائب بيزلونا يعني بكتير من المطاريح حتى ما بديفوت بالتفاصيل بس بالأخير حقنا الشرع اللي لازم ناخده من ضمان الشيخوخة من الاستشفى من هالأمور إذا بدأ أحكيك بالتعليم بالجامعات بالمدارس يعني الحقيقة واحد صار بده يبيع بيته تا يقدر يتعلم بشي جامعة محترمة يعني الوضع صار مقساوي بكل المجالات وصار بده نهضة وثورة إذا بدك حتى نقدر نغير هالأمور الحياتية وأول شيء أول شيء تكون بما بدأنا بأولوياتنا هي نؤمن حياة كريمة للشعب اللبناني نعم أستاذ نبيل السبع اللي حكيته هو مثل ما هو اسم ليحدكم صوت الناس بالنسبة لأكتار أنه الموجودين إن كان مرشحي أحزاب أو سياسيين بيعرفون ومختبرينهم اليوم بالنسبة لألك حدا عم يدخل جديد على الحياة السياسية من باب الانتخابات النيابية يمكن السؤال البديهي وين كنت بالتسع سنين الأخيرة شو قدمت لبيروت للعائلات البيروتية حتى اليوم تجي تترشع عن المقعد الإنجيلي ببيروت الثاني الحقيقة أنا أنا ماني من خلفية سياسية مثل ما قلت بالبداية ما كان عندي قدرة أنه أقدر قدم أي شيء بالسياسية أو بالأحزاب لأن أنا ماني جاي من هالخلفية ولكن فيه إنجازات عملية مع الناس هي اللي الواحد بتطلع علي لشوف بروفايل هيدا المرشح شو هو إذا مانه خلفية سياسية فيه إنجازات يمكن مقدم طبعا لتلك أنا بالشركة اللي نحنا نشتغل فيها نحنا عنا ريكروتمنت أيجنسي يلي بتوظف ناس على مدار صارنا كذا سنة لورا أكتر من تسع سنين يعني بكتير وأول ما أنجزت هيدا الشركة بلشت بالريكروتمنت كنت بوظف الناس يلي كانوا الحقيقة عم بيتطلعوا على بصيص أمل يقدروا يأمنوا حياتهم ما كان في عندهم مصدر ليقدروا يشتغلوا والآن عملت شبكة كبيرة بلبنان وبراط لبنان كمان حتى أقدر أمن للشباب مستقبل حتى يقدروا يعيشوا فإنجزاتي كانت أنه وظفت مئات الأشخاص بلبنان وبراط لبنان حتى يقدروا يشتغلوا وكنت أشتغل بهذا الموضوع بدون أي مقابل من الأشخاص يلي عم أمن لهم أي شغل بأي وظيفة وكنت عم بيشتغل على عدة بوزيشنز يعني من كانوا سينير بوزيشنز أو لو بروفايل بوزيشنز وما كنا نأخذ أي مصاري منهم يعني كانت هذه الخدمة كانت مجانية للشعب اللبناني يعني تأمين فرص العمل هي الخدمة الاجتماعية إذا بدنا نقول اللي أنت عم تمرسها من سنوات بغض النظر على الموقع السياسي أو نية لا الحقيقة أنا بالخدمات الاجتماعية في خدمات تانية كبيرة بالخدمات الاجتماعية إن كان بالميتم إن كان عنا ميتم للأولاد للبنات وعنا منشتغل مع جمعية فوندسيون جران دوبليا اللي كانت بتشتغل مع الولاد كمان بس بالنسبة إذا بدك الفرص العمل اللي عم بأمنها أنا ما كانت عمل اجتماعي هي بيزنس بل أنه كنت أقدم هشي مجانا للكانددت بس كنا أكيد نأخذ أتعابنا من الشركات صحيح طيب اليوم حكيت لما سألتك عن شو مشاريع أكون حكيت عن وجع العالم حكيتنا عن الكهرباء حكيتنا عن السير حكيتنا عن الميا حكيتنا عن كل المشاكل عن صحة الاستشفاء الطباء والتعليم كلها هي مشاكل موجودة في لبنان اليوم إذا سلمنا أنه بستة أيار تم انتخابك عن المقعد الإنجهيلي في بيروت الثاني شو اكتراحات القوانين التي تتقدم فيها كنائب بالمجلس النائب اللبناني الحقيقة بخبرتي بالحياة في لبنان بحس أنه النظام كله ككل في لبنان صار بده تحديث يعني بعده مبني مئات السنين لورا إذا بدك وبعدنا اليوم بعصر التكنولوجيا والتحديث وكذا وبعدنا ماشيين لورا أنا برأيي صار بده قاعدة جديا وإعادة النظر بهيكلية جديدة وإدارة جديدة لمؤسسات الدولة لوزارات الدولة يعني كنا من مدة قطة نترشح رحنا تنطلب إخراج آد شخص عنده عضلات كبيرة موجود بديرة نفوس حتى يقدر يحمل الملفات الكبيرة الموجودة فيها سجلات ويفتح لإياهم المسكولة يلي بدك تقعد ثلاث ساعات تشوف وين اسمك ومن وين ومن شو يعني الحقيقة تشوف الغبر عليهم وتشوف حالة بالوال يعني أنه مش مقبول بقى هاي شي بعده موجود بدولتنا اليوم نحن بعصر الانترنت والسرعة والتكنولوجيا والدني وين الناس صارت يلي بأي دولة اليوم بتفوت على الانترنت بتعمل أي معاملة اللي بدك إياها وبتقدر توصل للخدم اللي بدك إياها أنت وقاعد ببيتك فهالشي اللي نحن موجودين بعدنا كتير ربعات ونحن الحقيقة عم نحلم عم نحلم ببناء دولة جديدة عم نحلم أنه يكون في عنا اليوم نأمن حياة كريمة لأولادنا يلي يجو من بعدنا مش مقبول نضلنا محلنا صار وقت حتى نغير نعم اليوم يعني شو من استنتج بالاقتراح القوانين المكننة مثلا هي الأمور الأساسية تسهيل المعاملات هيدا الأمور الأساسية اللي بتشتغل عليها باقتراحات القوانين اللي راح تقدم فيها هيدا واحدة من الأشياء بس أنا عم بقول أكتر من هيك نعم النظام ككل يعني والتنسيق والشغل بالإدارات كل ييتا أنا بقول بدنا نفضة كل ييتا من الأول يعني مش بس قصة اقتراح يعني بده يعني أنا بشوف أنه هالأشخاص اللي كانوا مع احترامنا للجميع اللي كانوا موجودين بالماضي ما حسيت أنه اشتغلوا على تنظيم وتحديث الدستور والنظام تبعنا وبحس أنه صار وقت وصار لازم نغير بهذا النظام ونفعله ونعمل اشياء جديدة تريح المواطن وتجعل تكون فيه كونترول على الإدارات بشكل حديث يلي نقدر نكون عندنا اكتر بالانتجية أكتر إذا بدك بكل الإدارات الموجودة بالدولة نعم اليوم على سيرة الاقتراحات ومشاريع القوانين عمين حكى عن عفو عام كطامح للوصول للمجلس النيابة بتوافق على منح عفو عام وشو أنا الحقيقة هايدي قصة العفو العام كهيك تايتل كبير لا أمني ما بوافق عليه أبدا لأنه نحنا لازم يكون في عنا دولة عدل ويكون عادلين بأي قرار نحنا مناخده وكل شخص لازم ياخد حقه لأشخاص يلي دقوا بالجيش اللبناني هيدا بقول أنا خط أحمر ما فيني أعفع له هيدا الشخص يلي جرب يرفع عقيده على الجيش اللبناني وجرب يغتال الجيش اللبناني وجرب يقوس على الجيش اللبناني هيدا كيف بدنا نعفع له هيدا أنا ما بقدر أتخيل أنه حدا بيقبل أنه يسامح أو يعفع هايك شخص هلأ بمكان ما إذا كان فيه تقصير من الدولة بالمحاكمات ولأنه منرجع نقول إدارة المحاكمات منا مظبوطة والناس مظلومة بمكان ما أنا مع بهالإطار هيدا أنه نقدر نعفي على هالأشخاص يلي طبعا منا ندخلين بأضايا يلي خاصة بالجيش اللبناني وبأمن لبنان بشكل خاص نعم مثل ما دائما منقول أنه المعركة الانتخابية اليوم هي مقصومة لجزئين أول شي معركة الحاصل ثاني شي معركة الصوت التفضيل خلينا نبدأ من الحاصل كيف الأرقام بالنسبة لألكون وغير الأرقام بالحث الانتخابي إذا بدنا نقول لا برأيك الناخب الموجود في بيروت الثاني بده يقترع على لائحة صوت الناس أكيد بده يقترع على لائحة صوت الناس شي طبيعي أنه يقترع لصوت الناس لأنه زهق من الوعود الأديمة ومن عن جد ارفنين الناس من الوضع اللي نحن كنا فيه وبدوا يغيروا وهن التواقين أنه يكون في عندنا دولة تحس مع الناس وتشتغل لمصلحة الناس أكيد بدون يصوت لصوت الناس بس بالمقابل ضمن هذه اللائحة فيه أشخاص أنت قلت مستقلين بالوقت يلي باللائحة الواقح المنافسة لا فيه حزبيين فيه أشخاص معروفين بالمجال السياسي يمكن يفضلون العالم نحن متكلين على وعي الشعب اللبناني وعي زكا الشعب اللبناني وعلى الشعب اللبناني أنه يشوف الفرق يعطي فرصة للتغيير يعطي فرصة لأشخاص جديد الشيء اللي وصلنا عليه ما بتصور أنه اللبناني راضيين عليه وحابين أنه يغيروا نعم هلأ مننتقل من معركة الحاصل لنقول أخذته حاصل ليه بدنا نروح صوت التفضيل لنبيل السبع ليش بس حاصل عم بتحددنا بس حاصل طبعا أكثر طبعا طبعا كم حاصل برأيكم يمكن نسكرها كلها سواء شو النظام أكثر الرعاة لقصة الصوت التفضيل ليه برأيك بدون يحطوا صوت تفضيل لنبيل السبعلي مش غيره نحن لا ندعي أن يضعوا صوت التفضيل لنبيل السبعلي نحن ندعي أن يضعوا الصوت التفضيل لأي شخص بليحتنا لأن نحن كل ياتنا بقلب واحد ونحن بهدف واحد كل ياتنا أشخاص الحقيقة بالليحة يلي أي شخص طلع منه نحن نكون مبسوطين ونكون مقايدين ونكون دعمين لأن كل ياتنا بهدف واحد هو بناء الدولة على قصص جديدة وقصص حضرية نعم آخر دقيقة من الفقرة تكون مخصصة للمرشح يتوجه فيها برسالة للناخبين والمشاهدين معك دقيقة حرة ونختم فيها أنا بدي أقول للشعب اللبناني بستة أيار إذا حبين تبقوا بالبيت تناموا وتروحوا إذا بدكن تتشمسوا وتقضوا الوقت على البحر لبنان سيبقى مثل ما هو وإذا قمتوا ورحتوا اقترعتوا وعملتوا حبين تغيروا في هذه الفرصة فرصة ثهبية لألنا كشعب لبناني أنه بهذا القانون فينا نروح ونحط الصوت التفضيل اللي بدكن إياه لأشخاص أوادم بكل مش بس ببيروت بكل الدوير نقوا عرفوا اختاروا أشخاص أوادم أشخاص بيحبوا لبنان وعم بيشتغلوا لمصلحة لبنان واختاروا أشخاص جديد عندهم كفاءة عندهم مصداقية معينة عندهم تاريخ عندهم قصة قصة نجاح معينة عملوها بيه تاريخهم حتى نقدر نعمل معادلة جديدة ببناء الدولة اللبنانية من فضلكون ما تناموا في بعض قدرة لنغير ما لازم نفشل ما لازم نيقاس ما لازم نقول أنه صوتنا ما بيعمل شي أنا بقول لا إذا منعرف نختار بيكون صوتنا عم بيعمل شي وبيكون عم نعمل مطرح لنقدر نغير بتاريخ لبنان نعم شكرا لك نبيل سبع للمرشح عن المقعد الإنجيلة بدائرة بيروت الثانية على لائحة صوت الناس أكيد الموعد هو بستة أيار وعم بيقرب أسبوع وراء أسبوع معك أستاذ نبيل سبع اللي منوصل لختام حلقة الانتخابات بالمباشر للليلة عالي طبعا نعطيكم موعد لأحد المقبل بس لا خلال هذا الأسبوع أكثر من حلقة رح يكونوا مع اقتراب موعد ستة أيار أولا بكرة المساء من هلأ الوقت تبقوا بخير ترجمة نانسي قنقر